مع تفسير صورة الأنعام من بدايتها أقول وبالله تعالى التوفيق تسمت الصورة بصورة الأنعام لذكر الأنعام فيها كما تسمت صورة البقرة بصورة البقرة لذكر البقرة فيها وهكذا سائر صور القرآن فأسماء الصور قد تكون مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تتسمى الصور ببعض ما فيها وقد تتسمى الصور بمطالعها نقول سورة صاد سورة قاف قد تتسمى سورة ياسين إلى غير ذلك قد يسميها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اقرأوا البقرة وآل عمران إلى آخره فإما أن تتسمى الصورة بمطلعها أو تتسمى الصورة ببعض ما فيها أو تتسمى الصورة بتسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وقد تتعدد أسماء الصور كما لا يخفى وما سبق صورة بني إسرائيل هي الإسراء صورة فاطر هي صورة الملائكة صورة غافر هي صورة المؤمن صورة التوبة هي براءة صورة محمد هي صورة القتال إلى غير ذلك أما المراد بالأنعام فهي الأنعام الثمانية وقد قال تعالى أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج قال تعالى ثمانية أزواج من الضأن ثنين ومن المعز ثنين إلى أن قالوا من الإبل ثنين ومن البقر ثنين فهذه الأنعام الثمانية الجمل والناقة الثور والبقرة الكبش والنعجة الجدي والعنز هذه الأنعام الثمانية التي أعناها الله سبحانه وتعالى بقوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وقال ثمانية أزواج من الضأنثنين والتي يضحى بها التي يضحى بها في الأضاحي والتي تهدى أيضا للبيت العتيق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وتذبح أو تنحر هناك بفجاج مكة ومنا في مواسم الحج كم هو معلوم ورد حديث ضعيف في فضل صورة الأنعام بل وضعيف جدا ألا وهو أن صورة الأنعام عند نزولها شيعها سبعون ألف ملك وهذا الخبر غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل صورة الأنعام بخصوصها إلا الفضل العام الوارد في القرآن كله وبالله تعالى التوفيق افتتحت الصورة بقول الله تعالى الحمد لله قال فريق من أهل العلم معنى الحمد الكامل التام لله سبحانه وتعالى فأنت قد تحمد بعض البشر لخير أزداه إليك قال معروف ينقدمه لك فتحمده لكن الحمد التام الكامل إنما هو لله سبحانه وتعالى وذلك لأن النعم التي نحن فيها كلها من الله كل النعم نعمة العافية نعمة المال نعمة الولد نعمة الزوجات نعمة الأمن نعمة الأمان كل النعم من الله كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله فلذلك استحق ربنا الحمد كله سبحانه وتعالى فهذا الوجه الأول في تفسير الحمد لله الحمد الكامل التام لله سبحانه وتعالى هذا الوجه الأول والوجه الثاني أن الحمد لله سناء من الله على نفسه والله سبحانه أهل الثناء والمجد يثني على نفسه بما يشاء ويحمد نفسه كما يريد ويمن على من يشاء أما نحن فليس لنا أن نحمد أنفسنا ليس لنا أن نحمد أنفسنا والنبي عليه الصلاة والسلام وليس لنا أيضا أن نحمد غيرنا بالحمد كله نمع إن شكرنا نشكر في الجزئيات التي قدمها أقول الله قال أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا هذا وجه ثاني الوجه الثالث المعنى قولوا الحمد لله قولوا الحمد لله وخبر متضمن للأمر قد يأتي الخبر متضمنا للأمر وقد يأتي الخبر متضمنا للنهي قال تعالى في كتابه الكريم قال تعالى وَمَنْ دَخَ لَهُ كَانَ أَمِنَا كَيْفَ قَدْ يُسْرَكُ شَخْصٌ فِي الْحَرَمِ المعنى أَمِّنُوا أَيُّهَا النَّاسِ مَنْ دَخْلَ الْحَرَمِ فالصورة جاءت صورة الخبر ومن دخله كان أمنا والمراد منها الأمر أمنوا من دخل الحرم قال بعض العلماء قولوا الحمد لله ولا يخف عليكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال وَبِكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ وكلمة الحمد لله هي كلمة كل شاكر كلمة كل شاكر أراد أن يشكر يعبر عن شكره بكلمة الحمد لله بها تدفع البلاية والنقم ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم ومنتم بها تزاد النعم لإن شكرتم لأزيدنكم كلمة يحبها الله منا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها وفي كل موطن فيه نعمة نذكر بحمد الله عند استيقاظنا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وليه النشور عند نومنا نعمة النوم ونعمة الفراش ونعمة الأمان الحمد لله نحمد ربنا سبحانه وتعالى عند نومنا الحمد لله الذي كفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي نحمد الله عند طعمنا نحمد الله عند الانتهاء من طعمنا وكذا في كل المواطن في جل المواطن التي فيها تذكير بالنعم تستلزم حمدا وفي الآخرة حمد أعظم من ذلك الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين الحمد لله تحتاج إلى مصنف في فضلها تحتاج إلى مصنف في مواطنها فهي كلمة طيبة تنور بها صحائف العبد يوم القيامة ترجمة نانسي قنقر